لكن لظروف معينة نكتفي المرة الأولى بلقاب حضرتك عن طريق تطبيق الزوم والمرة الجاية إن شاء الله يكون حضور شخصي تفضل يا دكتور ده شرف كبير خالص يا دكتور مبروك يعني نكون مع سيادتكم وشكرا جدا جدا على زي الاستضافة وعلى وجودي معاكم ده يعني ده يزيدنا شرف وإن سكوبوت وصل لحضراتكم وحضراتكم اهتميتوا بالأمر ده يحسب لحضراتكم جدا فأول حاجة احنا بنحيي وبنخص بالذكر سيادة معالي رئيس جامعة سيرة الأستاذ الدكتور سليمان مفتاح الشاطر وسيد الأستاذ الدكتور مدير مركز التعليم الإلكتروني الدكتور المبروك الفرجاني التمامي أيضا الأستاذ الدكتور مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة دكتور خليفة الشين يعني أول ما دكتور خليفة تواصل معنا قدم لنا كل الدعم وكل الامكانية أن احنا نعمل ندوة على مستوى الجامعة وقال لنا أن رئيس الجامعة بيدعم الأمر بطريقة مباشرة كمان رئيس الجامعة بعت لنا رسالة وقال لنا أن كل الموارد متاحة للتعالم التكنولوجي وأن مرحب بينا وأن السادة أعضاء التدريس كلهم هو حريص على أن هم يوصلوا للعالمية فده لا يدل إلا على عقلية عظيمة يعني كمان معالي الدكتور المبروك كان معنا لحظة بلحظة اليام الفتاة في التجهيز والتحضير فيعني ده لا يدل إلا على ناس جدة وحريصة وإن شاء الله يكون تعاون مسمر كمان الحضور الكرام في الساعة البدري دي لا يدل إلا على حرص كبير فإن شاء الله نكون عند حسن زمنكم النهاردة وإن شاء الله يكون الأمر مفيد لحضراتكم أول حاجة هنستعرض فيديو تم تجهيزه من قبل معالي الدكتور المبروك وبعدها إن شاء الله نبدأ الشاشة متشافة يا دكتور معنا الدكتور الصوت والصورة عند حضرتكم هذا كثيرا واضح إن شاء الله تماما إن شاء الله دكتور ما فيش الصوت الصوت أفش الصوت أفش الصوت في أهاية كل تطوير تبدأ بالبحث العلمي، ولأن هدفنا هو تطوير البحث العلمي نقدم لكم سكابوت الربوط المساعد للباحثين يقدم سكابوت مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد الباحث في تحضير محتوى الإطار النظري لبحثه في أقل من عشرة أيام فقط سكابوت ومحرك بحثي يعمل على القراءة والاقتباس وإعداد المحتوى بنتائج مذهلة لكي تعطي للباحث الفرصة لتوفير الوقت والطاقة ليبدع في الإطار العملي يمكنك تجربة سكابوت الآن مجانا سجل الآن تمام دكتور خضلكم معايا معارض دكتور مبروك هل تسمعيني؟ سمعينك إن شاء الله دكتور طيب بسم الله مبدئيا كده جماعة موضوع الزكاة الاصطناعي تعريفه بكل بساطة هو نفس تعريف الآلة الزكاة الاصطناعي هو متراضف مع الزكاة السريعة زكاة سريعة زكاة سريعة والزكاة الاصطناعي هو زي تعريف الآلة وأي شيء بيساهل عمل الإنسان هدفنا من المحاضرة النهاردة أو هدفنا بالتعريف بالأمر سواء عن سكابوت أو غيره من اللي إحنا نستعرضه إن شاء الله إن إحنا نساهل العمل البحثي على البحثين حضراتكم بحثين وأعظم بحثين في العالم الأدوات اللي إحنا هنتعلمها النهاردة هينطبق عليها اللي إحنا عايزين نقوله في موضوع نظرية المعرفة نظرية المعرفة بتقول إن أنت لا تعلم ماذا ستعلم بعد أن تعلم بمعنى إننا بعد الساعة اللي إحنا نستعرض فيها بعض البرامج أو بعض التطدقات التي تعمل بلغة رتم الزكاة الاصطناعي سريعة جداً في تأديد المهام عن الإنسان لتسهيل عمله البحثي لأن فيه زكاة الاصطناعي في كل المجالات بداية بالروبوت الطبي اللي هو أول نوع زكاة الاصطناعي يشتغلوا عليه علشان يسهلوا عمل الطبيب بإن هو يستعين بروبوت يشخص ده كان أول عمل في موضوع الزكاة الاصطناعي عمل مدني في الزكاة الاصطناعي اللي هو الروبوت الطبيب والروبوت الصيدالي وكورونا جات كشفت لنا الأمور أكتر وأكتر ويوحدت الجهود في هذا الأمر وعرفتنا الكم اللي كان مبزول من الأبحاث علشان هي وحدة جهود الدول وخلتهم يعملوا ببوتقة واحدة عشان يطلعوا البكسين بتاع كورونا أو غيره طيب مع الثورة بتاع زكاة الاصطناعي وتوفير الآلات والكمبيوترات العظام اللي هي بتوفر على الإنسان جهد هو مش هيقدر يعمله في مئات السنين الكمبيوتر بيعمله فيه دقايق وشغل سريع جدا ومضاعفة الانتاجية وإسراء للعمل بتاعه فتم عمل بعض البرامج اللي هي بتساعد في مراحل معينة من البحث العلمي مراحل البحث العلمي الأساسية بتاعتنا في إيجاد مشكلة وإيجاد عنوان وإيجاد خطة لمحاولة حل المشكلة ثم الكتابة الجزء النظري ثم الكتابة الجزء العملي أو بالتبادل ما بينهم ثم المراجع والتوصيق والكتابة بأسلوب الباحث كل المراحل دي معمول فيها أدوات ممكن تساعد كان مشهور عندنا زمان مثلا أداد اندنوت لغاية ما انضفت على الورد كان مشهور عندنا مندلي دي أدوات بتساعد في ترتيب المراجع كان مشهور عندنا بعض الحاجات بتاعت السياغة زي كويلبوت وزي سمودين ودي بتعمل أعادة سياغة حرفية لتكسير تركيب الجملة علشان برامج البلاجريز كان مشهور عندنا قبل الثورة الأخيرة بتاعت نوفمبر 2022 ومع ظهور الشات جي بيتي والتكنولوجيا بتاعته بتاعة الأوسر اللي هي تم قبولها أو رفضها على حسب المكان اللي بيقبل الإسك بتاع أن الروبوت يكون أسر أو لا فالفكرة بتاعت في عمل شات جي بيتي إن هي جمعت اربعة وخمسين تريليون مي تريليون جيجا بايت من المعلومات اللي على الإنترنت اللي هي المتاحة المهندسين يشتغلوا على اللغارتنا معينة أو مجموعة من اللغارتنات اللي هي بتخليه يجيب إجابات مؤلفة من الكم المعلومات اللي عنده من التكست اللي عنده من الإنفورميشن اللي موجودة جواه أو من البيانات اللي موجودة جواه ويعطيك بيها معلومة المعلومة دي على حسب على حسب من تطالبها فتم استخدام الكلام ده في البحث العلمي فحصلت مشكلتين إنه تم الاعتماد بطريقة مباشرة على شات جي بيتي في إنه يعمل بحث كامل ودي كارسا هو مش متصنع على إنه يعمل بحث كامل هو متصنع عشان يعمل حوار معاك في إجابة عن معلومة إجابة عن معلومة فاللي حصل إن إحنا كأكاديميين بنحتاج توصيد كامل لكل معلومة بنكتبها وما ينفعش إن إحنا نقول أي كلمة بدون ما يكون ليها ليكون ليها مصدر أو مرجع علشان لما نتحاسب نحيل لمن لمن نقلنا عنه طيب اللي بيحصل في شات جي بيتي إنه لا يحيل الأمر لا يحيل الأمر إلى المرجع ولكن هو يؤلف أولا ثم يجد المرجع القريبة مما قاله ويضعها لك ويضعها لك فإذا كانت قريبة تمام إذا ما كانتش قريبة هو ممكن يؤلف لك اسم مرجع أيب كده الموضوع كله مزيف توصيكه مزيف أنت هتلاقي ممكن كلام قريب من اللي أنت محتاجه لكن التوصيق اللي هو أساس العملية الأكاديمية هو التوصيق طيب هل ما نشتغلش عليه لا لازم نشتغل عليه لازم نستعمل كل التكنولوجيات لازم نستعمل كل التكنولوجيات ولكن نفهم كويس جدا آلية عمله ونفهم ممكن نوظفه في إيه أول حاجة ممكن نوظف شات جي بيتي فيها هي إن إحنا نفتح أفكار بطريقة رأسية لأنه هو عليه فتح أفكي في لغبطك بمعنى أنت تكون عارف عن الموضوع خلفي وتروح تبحث وتقوله إيه الأسئلة الأساسية عن الموضوع الفلاني يجيب لك بعض الأسئلة ويتناولها لك ويحدد لك بعض النقط اللي هي تفتح لك يعني تعمل لك خريطة ذهنية في دماغك عن الخطة أو عن المشكلة البحثية دي نقطة النقطة التانية إنه هو ممكن تستعين فيه بالترجمة هو مترجم لكل اللغات ومترجمة سياقية كويسة كمان ممكن تعمل معاه عادة سياغة عادة سياغة بسي خلي بالك أن أنت يعني إيه كده كده هتراجع وراه علشان برنامج البلاجريز طيب بعد كده أن أنت تفتح معاه تسألك زي جوجل كده عن معلومات معلومات خصائص أبعاد معلومات عامة لكن ما تعتمدش على المرجع اللي هو جايبه حتى المواقع اللي هي بنفس استراتيجية شات جي بي تي زي جيني زي كونسنسس زي المواقع دي كلها هي في النهاية بتستخدم نفس اللغارتنا بتاع الشات جي بي تي المؤلفة هو ما يقدرش يجيب لك نص حرفي من مكان ليه لأن القانون هو معمول على أساس أنه هو أوصر مؤلف فيه فرق كبير ما بين أنه يكون مؤلف وما بين أنه يجيب لك اقتباس هو لو جاب اقتباس حرفي يبه هو مسؤول عن الملكية الفكرية لأنه هو بيقول أن المعلومات عنده طب هو جابها منين هل الأوصر هل المؤلف بتاع المرجع أتح له أنه هو ياخدها عنده عشان يهرب من هذا الأمر قالك أنا هقلف هقلف الفقرة التأليف ده مش عادة سياغة مش عادة سياغة هو تأليف وحضرتك يعني إن شاء الله نستمر مع بعض وما تكونش دي آخر لقاء ونتشرف بأن احنا نطور الأمر أكتر وأكتر مع بعض ونعرف كل اللي أنا بقوله ده خطوة بخطوة النهاردة إن شاء الله هنكتفي بنقطتين نقطة المراجع ونقطة سكوبوت من حيث إمكانياته وطبعاً الأمر له تعمق أكتر ولو تدريب مع حضراتكم واحد واحد وإن شاء الله هيتم مد كل أعضاء هية التدريس في جامعة سيرت بحساب وباقة مجانية هدية من سكوبوت بناء على الاتفاق مع معالي رئيس الجامعة على هذه الندوة كل أعضاء تدريس في جامعة سيرت إن شاء الله هناخد بيهم شيت من حضراتكم ونعمل لهم حسابات ونعمل لهم بقات ثلاث شهور خمسمائة صفحة عشان يعملوا بحس فعلي على سكوبوت دي أول نقطة ثاني نقطة هيكون معنا دليل إرشادي وهيكون معنا بديف دليل إرشادي وفيديو دليل إرشادي للإطلاع الجميع بعد كده إن شاء الله يكون الأمر متطور بمراحل هتشوفوها حضراتكم معنا دلوقتي أول حاجة الكم المعلومات اللي موجودة على جوجل سكوبوتر وحضراتكم بتستخرجوا كم أكبر من استعاب الإنسان أنا دلوقتي عرفت إن أنا عايز أعمل أعمل بحس عن فأنا محتاج أطور الأمر وأشوف مشكلة بحسية أو أجمع المراجع لو أنا دخلت على جوجل جوجل سكولور هلاقي عندي هلاقي عندي نقطة مهمة جدا إنه هو خلال سبعة من مئة بالسانية جاب لي تسعة مليون نتيجة طبعا ده إحنا كإنسان ده شيء كويس إن أنت لقيت نتائج بس شيء محبط جدا إن أنت لقيت كل هذا الكم من النتائج فهتختار ما بينهم إزاي دي مشكلة الاختيار ده مشكلة كبيرة طيب إيه جديد إنه هو قال لي إن أنا ممكن أختار بالسنة طيب إنه هو قال لي ممكن إنا أحدد أيام معينة إنه هو قال لي إن أنت عايز ريفيو معين ولا عايز أرتيكل أو إيه النوع بتاع المرجع اللي إنت عايزه بس طبعا إيه جوجل سكولور بتاع أوراق بحسية وأبحاث صغيرة فقط ما فيهوش رسائل الماجستير ما فيهوش رسائل الدكتوراه ما فيهوش كتب يعني فيه جوجل بوكس تمام وفيها ماكن تانية فيها آآ آآ رسائل الماجستير فيها رسائل الدكتوراه فيها كل المراجع وأي يعني طبعا إن شاء الله هنتكلم ونتناقش دلوقتي حضراتكم أي سؤال أنا معاكم كمان فيه هنا اللي هي إبارات الاختراع فأنت ممكن تحدد 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 بس ما ما حدد هي هتيجي بنفس الشكل ده وحضرتك هتدور وتشوف ب آآ بطريقة عشوائية هتدور هنا ده عجبني ده مش عجبني تابع موضوعي مش تابع موضوعي طب ده قريب من موضوعي هنزله لما نزله هشوف هعمل إيه طيب هل فيه حاجة ممكن توفر هذا الأمر فيه زكاة اصطناعي ممكن يدخلك مباشر على آآ كل حاجة عن مشكلتك البحسية بإنك تعرفها وتدركها كليا كمان آآ تعرف آآ بيقدم لك تقرير عن كل المكتوب من دراسات سابقة ومراجع عن الموضوع مع الأبستراكت بحيث ان انت الريبورت ده بتاخده تاخد بيه قرار على طول لبا تقرأه هتاخد بيه قرار تكمل في البحس ما تكملش في البحس لو كملت في البحس هيبقى عندك كل شيء عن الموضوع بتاعك تعال كده نشوف طبعا اللي زي زي جوجل سكولر آآ سيمانتيك سكولر سيمانتيك سكولر ده برضو بحر من المراجع آآ بحر من المراجع البحسية اللي هي أوراق بحسية وأبحاث طيب فيه بقى هنا اللي احنا عايزين نشرحه النهاردة اسمه كونيكتد بيبرز ايه الفرق ما بينه ما بين جوجل هل هو أحسن من جوجل مفيش حاجة أحسن من جوجل من حيث الكم المعلوماتي لكن من حيث اللغارتنا اللي هي بتساعد البشر في ان هم يعملوا قريطة ذهنية ويوفروا على نفسهم وقته مجهود هو أحسن من جوجل طيب ايه الجديد بتاعه أول حاجة لو أنا خدت كده ايه climate change دي ورحت بيها على كونيكتد بيبرز وكتبتها ايه الجديد أنا ضغطت كدامي عليه جاب لي بسلسلو جاب لي نفس الموضوع وعليا نزله بطريقة مباشرة بل بنزله من جوجل سكونر ومن سيمانتك يعني ما عملناش حاجة احنا رجعنا تاني اهو بحمل منه وهم أكبر مكتبات كده طيب شايف شايف بل جايب لي 13 مليون نتيجة لما كانوا 19 هناك ده هو جاب أكتر منه ده تسعة ده جاب أكتر منه نتائج طيب كده برضو شيء محبط ايه الجديد بتاعه الجديد بتاعه ده لو ضغطت هنا هيجيب لي ثلاث نواحي الناحية اللي في النص الجزء الأوسط ده عبارة عن البحث اللي أنا اخترته والأبحاث المتعلقة بي كلها من حيث معايير عدد عدد المراجع عدد الناس اللي خدت منه العنوان الموضوعات الداخلية السنة بتاع النشر بقى عندي خريطة ذهنية فيها كل المتعلق بالموضوع بتاعي والخريطة دي ممكن تتقسم زمنيا وممكن تتشرح زي ما احنا عايزين وكل ما بضغط على شكل بيجيب لي كل مواصفاته هنا فممكن أحمله بطرقة مباشرة والأبستلاكتي بتاعه أهو فببعارف كل حاجة عنه طيب لو أنا عملت الكلام ده لو أنا عملت الكلام ده الألوان دي الألوان دي إيه 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 لازمتها اللون الغامق ده ده الأساس البحث ده هو البحث الأصلي الأولان بتاعي الألوان دي كل ما هي بقت غمقه كل ما كانت قريبة من البحث من حيث معاييره كل ما بقت بهته تبعد عن معايير قربها للبحث طيب هل هو ده اللي هو بيجيبه بس لأ بيقسم لك بيقول لك البرائر ويركس اللي هي الأعمال الأولانية اللي اتكتبت عن الموضوع ده من حيث السنين وهو بيقول لك من من أن أول عمل اتكتب عن عن الموضوع ده كان في 2003 من حيث بما يطبق العنوان بتاعك وبعدين 2004 و2009 و2021 و2011 و2012 و2013 جايب لك سرد بكل المعلومات عن أصل البحث ده تمام طيب وبعدين جايب لك الـ اعمال المشتقة من البحث أعمال المشتقة من البحث وبرضو جايبها لك اللي تم اشتقاك من البحث ده وعمل بحث ثاني من 2020 وبحث ثالث وبحث رابع وبحث خامس تمام؟ طب هو البيانات دي جابها من ايه؟ زي كلمة سيتيشن دي البيانات دي جابها من ايه؟ هو ده اللي احنا جايين نعمله النهاردة مع حضراتكم موضوع النشر الدولي ده سيتيشن سيتيشن ده مثلا بناء على سكوبوس إيه سكوبوس؟ سكوبوس دي مش مجلة هي تجمع ضخم للمجلات في فهرس هي عطبر فهرس مش مجلة لكن لها معايير ضخمة جدا وعمقة في ان هي تضم مجلات معينة مجلات ثبتت كفائتها من حيث الموضوعات اللي بتتنشر فيها ومن حيث الانتشار والاعتماد على الابحاث المكتوبة فيها من الناس اللي بتقرأها من جميع انحاء الوسط الاكاديمي العالمي فبتضم المجلات دي كلها وبتعمل معايير للنشر فبيبقى عندها المجلة بتاريخها كله وبحدثتها وورد بتاخدها تحطها في عدة اوالب الالب ده مثلا احنا عندنا عندنا هنا يعني هناخد الورقة البحسية كده هنقسم هي موجودة في الايه ماشي هناخد هنا العنوان هي هما بياخدوا الالب كده العنوان ده كل الورد والكتاب والمجلة وكل التفاصيل دي وبعد كده بنزله ياخدوا ايه الرفرانسيز المستخدمة الرفرانسيز المستخدمة بيحمل بس الرفرانسيز دي كلها ماشي في اوالب 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 ليه عشان يقول ان ان البحس ده هو واخد من تيامبينج وتيامبينج ده واخد البحس بتاعه ده واخده في الاصل من فلان وفلان وفلان ويعمل ربط ويعمل خراية ذهنية من دي بانه يعرفك مين مقتبس من مين مين مقتبس من مين فيعرفك بالزبط المجلة دي لها تأثير ملاهاش تأثير انت حضرتك اتخذ من البحس بتاعك كم واحد واثرت ايه في كم واحد فيبه كده فيه نسبة للسايفيشن معروفة علامية وده اهم معيار من معيير تقدم الجامعات حاليا وتقدم الدول موضوع النشر الدولي هل بعد ما نقعد مع بعض النص الساعة دي هيفرق معنا موضوع النشر الدولي انا جاي علشان الجماعة بتوع اجزاء العملية بدل ما ييجي ينشر في سكوبوس بحس واحد بس بحس واحد بس السنة ويعملوا ويفضل تعبان فيه وبعد كده يترفض انا جاي اعمل معاك عشر ابحاس بسكوبوس جاي اعمل معاك عشر ابحاس عشان نقدم العشرة يتقبل منهم خمسة ويترفض منهم خمسة ومضاش علينا السنة طبعا الجماعة اللي بخصوهم بالذكر الجماعة بتوعي الهندسة والطب والعلوم اللي هي المجموعة الطبية والمجموعة الهندسية المجموعة بتاع العلوم الطبعية عشان هما كده كده بيعرفوا انجليزي وبعدين جاي للجماعة اللي هما بتوع العلوم الاجتماعية والانسانية العلوم الاجتماعية والانسانية اهم حاجة عندهم ان هما عندهم مشكلة في اللغة انا جاي احللك مشكلة اللغة عشان تكتب بحث بالانجليزي بكل سهولة ومن مراجع انجليزي وفرنسي والماني واسباني وإطالي وتركي وكل اللغات اللي بتتكلم بالحرف اللاتيني تسري البحث بكل التجارب والدراسات الحديثة انا جاي النهاردة اعمل معاك الكلام ده ولو عندك مشكلة في اللغة العربية هنتغلب عليها بمساعدة الروبط عندك مشكلة في السياغة هنتغلب عليها بالروبط هيبقى عندنا نشر دولي نشر دولي للأبحاث بتاعة العلوم الاجتماعية انا اول خطوة عملتها لكن احنا جبنا مراجعة ماشي وجبنا مشكلات بحثية متعلقة بالموضوع انا بقى عايز احمل الكلام ده احمله ازاي يعني هوريك اول الخطوات اللي احنا نشتغل عليه اعمل download وحول الموضوع اللي انا عملته ده لPDF فب ازاي اهو ده الPDF ده ده المنتج النهاية ماشي ده بحث ثاني ثانية واحدة اهو بص حضرتك ده البحث اللي احنا ضغطنا عليه بتاع القديم تشينج ده ده التقرير اللي مطلعه connected papers ده السنة ده التنزيل انت بتحمله مباشر الابستراكت الاوسر ديو اي بحث تاني التفاصيل بتاعته كلها بحث تالت بحث رابع خمسة وعشرين صفحة من كل حاجة متعلقة بموضوع ايزا حمله مباشر او انا ضغط عليه وبحمله مباشر تمام واللي بعده واللي بعده واللي بعده ده تقرير تقرير جابهولي انا كده جمعت كل حاجة عن موضوع ايه الجدول ده هو اللي موجود في الو في الPDF دلوقتي طب في حاجة بتستعرض المراجع دي اكتر في في موقع اسمه research rabbit بيعمل ايه دلو انا ضغط عليه كده وكتب وعملت اللي هو استعراض الموضوع في فولدر وضغط على climate change وعزت ازود مراجع كتبت climate change تمام وضغط وعايز اشوف الامر هيمشي ازاي طيب جاب لي بعض المراجع وسردها لي وانا ضفتها عندي بلو انا عايزها وهو ضفها لي وعملت لستة بالموضوع فبقى عندي لستة كبيرة ايه بالمواضيع وضغطت عليها كده على وحسي منه فجاب لي البحسة اهو كل مواصفاته ايه الجديد بتاعه ان هو جاب لي الاعمال المتعلقة وجاب لي السيتيشانز كلها اللي هي اخدت من البحس ده وجاب لي الاوصرز اللي كتبوه وكل اكتباتهم يعني لو ضغطت على الاوصرز كده هيجيب لي كل اللي هما كتبوه الشخصين دولت كل اللي هما كتبوه وكل المعلومات المتوفرة عنهم وكل الاعمال بتاعتهم اللي هو الراجل ده ويليام لو اعمال منشورة الواحده مية تلاتة وخمسين ولو اعمال منشورة مع اخرين خمسمية ستة وستين وهو بالحضراتكو جميعا طيب لو رجعت تاني لو رجعت شفت البحس نفسه البحس نفسه وشفت السيميلا لويركس جاب لي كل الابحاث المتعلقة بالموضوع وعمل شكل بياني بيهم وبعدين جاب لي الاوسرز بتاعتهم واللينكت كونتنت بيهم تمام تفاصيل تفاصيل معلوماتية وطول ما انا بسأله بيجاوب وماشي معايا كده عليمين تمام طيب انا كده جبت لك ايه جبت لك كل المراجع عن موضوعك كل المتعلق بالمشكلة البحثية بتاعك بطريقة منظمة بتقرير التقرير ده ما انتش هترجع بعد كده تبحس على جوجل تاني انت مش ترجع تبحس على جوجل تاني البحث هنا بقى عشوائي البحث هنا بقى منظم ده معمولك في تقرير طيب دي اول مرحلة عشان نتغلب على موضوع البحث طيب هل في حاجة بتعمل سياغة في 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 ادوات بتعمل سياغة ايه الاداة اللي بتعمل سياغة المشهور قوي عندنا دي بتعمل في الانجليزي الفرنسي والاسباني والالماني طيب ايه المشهور تاني سمودن سمودن ده بيعمل في اللغة العربية مشهور جدا في لغارتنا باللغة العربية تمام بتضع في النص هنا او بتشترك فيه وتضع كل البد اف او بتضع كل الورد وهو بيعمل للأمر ويستخرجه لك تاني طيب كده انا استعنت بالاثنين دولار في السياغة فين بقى اللي في النص فين اهم مرحلة واصعب مرحلة واكتر مرحلة بتاخد وقت اللي هي ايه بقى او اكتر مرحلة بتاخد وقت اللي هي موضوع كراءة المرجع انا دلوقتي حضرت المرجع بتاعت ايه ونزلتها وحملتها وبقى معايا كان مجبير من المرجع ايه في الموضوع اللي انا هكتب فيه ماشي هنكتب موضوع عربي وانجليزي عشان نبقى ايه ومتضح الامر عندنا بالنسبة لكلات العملية والكليات الاجتماعية والانسان ايه طيب لو انا جمعت البديفات دي كلها هل مطلوب مني بعد ما اعمل الخطة واكون اتفاقتي مع الدكتورة على مثلا البحث بتاعي او الماجستير او الدكتوراه او الكتاب اللي انا عرفتها حظت محوره وعرفت موضوعه هل مطلوب مني ان انا اقرأ كل هذا الكام المعلومات المتكرر من 200 تلتميت صفحة من 200 تلتميت مرجع واخذ الوقتي دا كله تم عمل روبوت اللي هو سقوبوت الروبوت دا روبوت قارق باحث مقطبس مقطبس ومستخرج كل الزاكي حبيب ومستخرج لكل كل ما هو متعلق عن ما تسأله عنه عرفيا من جميع المراجع جملة واحدة من جميع المراجع جملة واحدة في ملف وورد في ملف وورد قابل للتعديل علشان تشتغل منه زي ما انت عايز طيب الفكرة الاصلية ان احنا عندنا خطة بحسية وبعد الخطة البحسية انا جمعت المراجع زي ما احنا وصلنا لغاية دلوقتي كده وانا بقى عندي كم معلومات ضخمة جدا فاللي بحصل للباحث انه بيجيله سيرش بلوك سيرش بلوك في انه هو بيقوله وانا هجمع المحتوى ده كله من كل المراجع دي طب هجمعها ازاي طب هقرأ امتى طب هل القراءة بتاعت دي هلا هحفظ فلما بيدخل في الموضوع بيدخل نفسه قرأ المرجع الاولاني ولو هو سابه نسيه لما دخل المرجع التاني نسيه التاني والاولاني لما دخل المرجع التالت لو بدأ كتابه مع بعضه بياخد وقت اطول بإذليات طريقة تقراضية بتاعتنا بتاعت الكروت بتاعت تجميع المحتوى ومعرفة انت هتكتب من ايه الكلام ده بيضيع يعني بيضيع ناس كتير في انه هما ميكملوش بيضيع ناس كتير في انه هو ما يبقاش وراء الا التجميع بس طبيبه مستهلك تماما مستهلك تماما في كتابة اطار عملي مستهلك تماما في انه هو يكمل فيه ناس مش بتكمل والله انا اعرف ناس مش بتكمل فجاءت الفكرة من هنا ان الروبوت اللي نعمله الروبوت يجمع 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 السطور والفقرات المتعلقة بالموضوع بتاعك بس المتعلقة بالموضوع بتاعك بس تمام مش مش كل حاجة فبدل ما انت تكرر المرجع من الجلدة للجلدة لا الروبوت هيقولك ده المرجع ده في في دكتور محمد ممكن نتداخل في حوار معك لو سمحت يعني انت تحت عمرك دكتور ماك دكتور بعجيلة عميد كلية تقنة المعلومات دكتور لو فرضنا انت في استخدمت طريق الكسبرمينتر ريسيرش ميثود اذ ميثودولوجي واصبعت عندي ديتا وحللتها فالاستنتاج وطعن الفرضيات او قبول الفرضيات يصبح نتائج عندي نتوصلتها لنواقع امامي بتجربتي الشخصية اصبحت المعلومة عندي وليس عندها فوين نلتقي نيوة الروبوت بحيث ان نعطيه المعلومة ولخصلي او في هالنقطة يصبح هنا صار ديسكنيكت بيني وبين اصبحت اني عندي نتائج واصبحت عندي في بالي لان ارقام ترجمت عندي الى نتائج في بالي وليست لديه فهنا اتوقف النقطة والكنيكشن بيني وبينها توقف وين نلتقي نيوة بشي ياخد مني الريزالتس ويعطيني استنتاج وساعدني في الاستنتاج شكرا معلش للمقاطعة لا 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 انا مع حضرتك بس هل ممكن ااجل الاجابة لبعد ما اكمل بس ربع ساعة تمام شكرا 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 اجاوب حضرتك بس اكمل بس النقطة ده طيب انا بقى عندي الكمل المعلوماتي ده كله المفترض ان انا هدخل على وهنا بالعربي تمام المفترض ان احنا هنسجل هنعمل حساب انشاء حساب وده الدعم التواصل مباشر تسجيل الدخول اول حاجة حضرتك بتعمل الحساب طبعا احنا هنعمل لحضراتك وحسابات دي سيعا لو في حد بيعمل حساب بيسجل اسمه اسمه كامل باي باي لغة بعد كده البريد الالكتروني جامعي او غير جامعي بعد كده الواتساب الواتساب اه ومفتاح الدولة بعد كده التخصص بعد كده كلمة مرور وتكررها تاني والاحكام وتسجيل الحساب ويتم ارسال رسالة لحضرتك على الاميل بتاعك اللي انت مسجله فوق وطبعا كلمة المرور يعني ايه اللي حضرتك هتدخل بها كل مرة هي والبريد الالكتروني طيب انا خلصت طبعا ده الواتساب بتاعنا اه بيدخل من الموبايل بطريقة مباشرة بدون حتى ما تسجل الرقم اه بعد كده اه بتدخل من هنا من لوج ان بتسجل الايميل بتاعك كيوزر نيم والواتساب وبتدخل بطريقة مباشرة اه عوز تتغير احنا طبعا هنعمل لو عملنا حسابات لحضراتكم ان شاء الله هنعمل الباسورد موحد من واحد بستة حضراتكم عدتوا تغيروه بقى اه نسيت كلمة المرور وبتسجل الايميل بتاعك بيجي لك عليه اه ازاي تعمل كلمة المرور وتدخل اه تغيرها براحتك خالص اللي انت عايز وتدخل بها والامور الامور تبها تمام طيب انا دلوقتي معايا معايا الكم ده ومعايا الخطة الخطة بتاعتي الخطة بتاعتي عرب وانجليزة ايه تمام بس هعمل فيها بعض التغييرات من اللي انا متفق مع المشرف عليه ده العنوان بتاعي ومشاركة المعرفة وتحقيق التمايز التنظيمي ده العنوان بتاع البحث اللي انا هكتبه البحث ده في اطار نظري واطار عملي هعمل عليه دراسة احصائية وهاشتغل عليه طيب هابدأ هنا اعمل اه تعريفات هعمل ابعاد مكونات عوامل بعد كده هتكلم عن الدرسات السابقة والدرسات السابقة هنا هكتب بعض الكلمات المفتاحية بعض الكلمات المفتاحية اللي هي تخلي الروبوت يدخل مباشر على درسات السابقة عن المتغير ده انا كده حددت المتغير اللي انا عايز الروبوت يستهدفه ويجيب لي الدرسات الخاصة بيه كلها فانا بستعرض الدراسة السابقة في بعض الكلمات اللي انا بكتب بها الدراسة اللي هي ايه ان انا بكتب مثلا هدفت الدراسة الدكتور الى كذا وبعد كده استخدمت الميستولوجي والاليات او العينات الفلانية بعد كده توصلت الى كذا كنتائي بعد كده اوسط بكذا عندي اربع اربع كلمات اساسية ليهم متراضفات كتير تناولت واستنتجت وتطرقت وذكرت وكلمة نتائج مباشر ونتجت عنه ايا كان المصطلح اللي انت ممكن تستخدمه الكلمات دي بتقرب الروبوت لللي انت عايزه بتقرب الروبوت لللي انت عايزه زي ما فيه برومت انجينيرينج عشان تشغيل افضل سؤال يجيب افضل اجابه من من شاجيبتيه وغيره في دلوقتي في كلمات برضه هتستخدمها تجيب لك افضل نتيجه من سكوبت ده بالنسبة للدراسات السابق طب انا عملت الجزء الاحصائي بتاعي الجزء الاحصائي بتاعي هل سكوبوت بيعمل جزء الاحصائي مفهوش اس بي اس اس طب هل بيعمل تحليل الجداول مفهوش الكلام ده سواء بيعمل ايه انت بتطلع نتيجة من الاحصائي اللي هي خلاص عملت اس بي اس اس او عملت ايا كان البرنامج وطلع لك نتائج النتائج دي عبارة عن مثلا هناك علاقة طردية ما بين كذا هناك اختلاف بنتيجة كذا الكلام ده الناتج عن التجربة المعملية او الناتج عن المودل اللي انت شغال عليه او التصميم اللي انت شغال عليه او النموذج اللي انت شغال عليه او الدراسة الاعصائية او دراسة الحالة اي ان كان المجال البتاع حضرتك ففي الاخر انت بتطلع 10-15 نتيجة 20 نتيج ماشي ال20 نتيجة دمه هترفحهم على سكوبوت هترفحهم على سكوبوت كاسئلة كأسئلة أساسية رئيسية عنوان رئيسي وتفرع منه أربع كلمات بأي لغة علاقة أثر فروق ودلالة علاقة أثر فروق دلالة ده الأربع كلمات الأساسية اللي أنت بتناقش بيهم نتائج وبتلاقيهم موجودين في كل الأبحاث وكل الدراسات اللي كتبة كدرسات أكاديمية عندك أي مفردات تانية عايز تستعين بها في مجالك البحثي اكتب وجرب وتدرب على الروبوت النهاية الروبوت بتاع الجميع والآلية اللي احنا بنقولها لك في الشغل عليه هي آلية تسمح للجميع أنه يجيب أفضل نتائج انت لقيت حاجة أفضل مننا ده طبعا يعني ده يفيدنا ويريدك تعلم هنا كمان في استخدامك للموضوع عشان ينشره ويجيب أفضل نتائج فكل واحد في مجاله عنده كلماته المفتاحية الأساسية يكتبها للروبوت وهيجيب له نتائج يب أنا كده شرعت معاك الروبوت ممكن يعمل معاك إيه يعمل معاك من أول المقدمة لغاية الخاتمة بس تكتب له الكلام إزاي؟ هل أروح أكتب له كلمة مقدمة؟ ما ينفعش هل أروح أكتب له كلمة خاتمة؟ ما ينفعش ما ينفعش لكن ينفع تعملها له إزاي؟ المقدمة عاملة زي الأمعة زي ما حضرتك طبعا المدركين للأمر هتكتب له النقط اللي أنت عايز تكتبها في المقدمة هيجيب لك عنها مواضيع هيجيب لك عنها مواضيع أنت هتوظفها في المكان اللي أنت عايزه هتوظفها وتولفها في المكان اللي أنت عايزه طيب الكلام ده هنعمله إزاي هنا؟ إحنا هننقل طبعا الخطة دي كلها علشان هو يبحث بداخل المراجع عنها أنا هدخل على الحساب أهو الحساب هلاقيه بالشكل ده حساب فاضي فاضي خالص وكأنه صفحة فيس وكأنه صفحة فيس مطلوب مني أرفع أرفع المراجع اللي هو هيقرأها هيقرأها اسكوبوت معلوش مراجع وموش مكتبة مراجع عشان كده أنا بدأت ديك أنك هتنزل المراجع بعد كده اسكوبوت هيقرأ لك المراجع اللي أنت هتعمل له أبلود أو هترفحها عليه هترفحها عليه اسكوبوت مش مكتبة مراجع اسكوبوت هو قارئ للدرايب بتاعك قارئ للدرايب بتاعك ومعمول كسوبر سيمبل للمستخدم لأي مستخدم واللغة المات اللي فيه سوبر سيمبل أن أنت تبحث بطريقة سهلة جداً وتوصلك للي أنت عايزه بأبسط طريقة وكل ما تكتب كلمات مفتاحية قريبة وعنوان بسيطة يعني ما يكونش العنوان فيه علاقة ما بين خمس ستة متغيرات أنت لو روحت الجوجل عملت له الموضوع ده موش هيجيب لك نتائج ويحول الجملة الحرفي موش هيفهمها قسيات عشان كده لازم تبسط كل حاجة للروبوتات لو روحت كتبت الجوجل جملة من 10-12 كلمة ولاقيت نتيجة لها يبقى احنا سرقين البحث لكن الأصل أنك ما تلاقيش نتيجة الأصل أنك تكتب جملة بسيطة تسأله ببساطة وبدل 10-12 جملة أسامهم لمتغيرات واسأل عن متغير ومتغير ده اللي انت هتعمله برضو في سكوبوته وغيره وأهم حاجة هنا يا جماعة الموضوع بتاع البروفايل وتسجيل الخروج والصفحة الشخصية والاشتراكات بعد كده هنفتح هنعمل إضافة بحث قضب بحث اسم البحث هيبقى مشاركة المعرفة والحق التميز التنظيمي الكلمات المفتاحية اللي هنشتقها من العنوين دي كلها بعد كده هنبدأ طبعا أنا هعمل بحث بالعربي أهو وبعدين الموضوعات هكتبها زي ما أنا كتبها كده في الورد طيب أنا كتبت الكلام ده ووصلت له فبقى عندي مثل مثل هنا ههو ماشي مشاركة المعرفة وتعاكم التميز التنظيمي بعض الكلمات المفتاحية تمام الموضوعات اهي الدراسات السابقة النتائج النتيجة من النتائج جاي طبعا كل نتيجة هتعمل لها نفس العنوان هتضيف عنوان وبعد كده هتعمل منها الكلمات الاساسية بتاعت علاقة واثر وفروق ودلالة تحت النتيجة بعد كده تحفظ البحث مع كل خطوة بعد كده هتدخل على المراجع هيزهر لك جديده ههو كلامات المفتاحية والمواضيع عسل تعدل تاني او تدخل تزود او تشيل او تحزف من المواضيع براحتك بعد كده هتدخل على المراجع هتلاقي فيه اضف مرجع اضف مرجع اضف مرجع هاي بدي عندك هنا تلات خانتين اللي هي خانات اسم المرجع نفسه اسمها المراجع عايز تأسمها على الخانتين تمام اسم المرجع واسم المؤلف او عايز تكتب السيتيشن كامل وانا ما انصحك بكده اعمله في اول خانة وتاني خانة اعمل اي حرف عشان بس تعديها وبعد كده حمل المرجع نفسه من على الكمبيوتر بتاعت حمل المرجع نفسه من على الكمبيوتر بتاعت تمام بيحمل وبتضغط عليه وهو اللغة بتاعته العربي وبتعمل سيف طيب انا عندي امكانية ان انا المرجع انا بنزلها من على جوجل سكولر في كلمة صيد في كلمة صيد زي ما حضراتكم عارفين شوف ايه اللي انت شكل بيه مل ايه 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 شكاو هاربارد بانكوبر وانقله مباشر وروح حطه على سكولر يعني مات ما تاخدش ما تفتحش الكل بدي اف وتاخد منه اسمه وتاخد منه حاجته كده الوقت يعني ايه الوقت بيستهلك يعني يعني ما تاخدش ما تعملش انت انت ما فيه برامج تعملها عشان وقتك الوقت بتاعك تمام طيب معلش انت هتتعف في الادخال شوية هتتعف في الادخال وحنا بنحاول نتعود موضوع السكولر ده قدر نستطيع بس كنا عندنا عربي ما فيهوش موضوع اللي هو ان بتاعه جاهز ده فده عمل لنا بعض الاشكالية طيب انا كده دخلت المرجع لما بدخل المرجع بتعمله كراءة ومعالجة اول ما بدخله وخلصت عمله ومية في المية لو عملت له عرض هنا كده بلاقي المرجع تم اللي تم تحميله بدي اف اه تم تحميله تم تم تحويله الى وورد الى وورد مباشر وطبعا عليك تتصفحه من على المرجع من على سكوبوت نفسه ببساطة او تحمل الورد يعني حمل الورد براحتك خالص خالص يعني وطبعا كل وورد اه وكل جودة وورد بناء على جودة البيت اف نفسه هل السكوبوت بيكرأ النصوص السكانر بيكرأها طيب مدى الجودة بتاعته بتترتب على جودة البيت اف وحضرتك جرب هو بيكرأ التكست والسكانر عادي باي لغة مفيش مشكلة بس اللي طالع بقى المنتج اللي طالع جودته بتترتب على جودة البيت اف هيباش البيت اف مشوه ومطلوب منه النتائج هيكيبها ازاي انت نفسك مش شايف البيت اف طيب بعد كده هتلاقي لو انت كتب العنوان غلط او كتب العنوان ناقص وعايز تعدل او تزود او تزبطه يعني انت هتعمل edit وتزبطه وبعدين سيب ليه اكتب ده اصلا عشان هو ده اللي هيظهر تحت كل فكرة ده التوصيق تحت كل فكرة ماشي طيب انا خلصت وفيه مرجع رفعته غلط ومش عايزه يظهر في النتيجة مع ان هو خلاص هيتحسب من الباقة هيتحسب من الباقة اعمل ايه بقى هتحزفه هتحزفه لكن هو تحسب من الباقة بس مش عايز يظهره النتائج خلاص مش هزهر النتائج طيب ايه العمل التالت انا عملت الموضوعات وحطت المراجع ايه الجديد بقى ان هنا فيه ايكونة للنتائج البحث ايكونتين بلغارة ميتين لغارة ميتين دولار كل واحدة فيها لها معايير هم بيكملوا بعض طيب هل هابحث في الاتنين هل فيهم تكرار فيهم تكرار طب هل انا مضطر اكرر وافضل ابحث في ده وده واشوف النتائج لا مش مضطر انت بس في بعض العنوين اللي ما تلاقيش لها نتائج هنا ابحث هنا تمام طيب نتيجة البحث الاساسية هضغط هنا كده هلاقي الوضع كالتالي العنوان تحت الفقرة دي من المرجع ده من الصفحة دي لو ضغطت على الصفحة هلاقي معمول هايلايتد هايلايتد حرفي هايلايتد اهو والكتاب حرفي مش معموله عادة الصياغة ماشي بعد كده فقرة تانية اهي فقرة تالتة طب انا عزت اترجم ده اترجم ده عندي ترجمة للانجليز والفرنسي الموقع متضرب على العربي والانجليز والفرنسي ماشي فممكن انت تجيب كل لغات العالم المكتوبة بالحرف اللاتيني والترجمها الى عربي وانجليزي وفرنسي اتفقنا طب ترجم كده الانجليزي الجمد العربي ده لو حد هيعمل كده يعني موضوع النوع يترجم عربي الانجليزي وده فتح مجالات للناس اللي هي غير العرب اللي بيدرسوا علوم شرعية مثلا تمام طيب انا ترجمت ترجمة بتاعتنا مش زي جوجل هي توليفة من عدة شركات وهي ترجمة احترافية فورية كويسة جدا طيب في حاجات ما ظهر لاش نتيجة عشان احنا واحدتناش اللي مرجعين اصلا صحيح ادم ادم ده سمحت شكرا لقد طيب ظهرت النفاج دي انا عايز احملها احملها هعمل مروات هعمل مسودة المسودة دي اللي انا بعمل بعمل وورد يعني بعمل وورد تمام اي واضح اي انت اي واضح اي انت هنكتب جامعة سيرت تمام وانا انام الحل المسود وبعدين هندخل على النتائج البحس تاني ندخل على النتائج البحس انا الفقرة دي عجباني هعمل لاها ابنت ايوا اي انت معه مضبوط تمام ابنت اضافة اضافة انا كده بصنع الورد اللي انا عايزه وهينزل بترجمته وهينزل بالشغل بتاعه طيب تعال كده نفتحه طبعا هكمل زي ما انا عايز هنفتح المسود ده هلاقي ايه هلاقي اللي انا رفعته كله هوا موجود عندي تمام طيب لو انا فيه حاجة رفعتها ومش عايزها تنزل في الورد الديسلايك ده ده علامة دي طب دي عجباني ده ماشين ليرنينج كده انا علمته ان دي كويسة معك ومع غيرك وكذا بيتم التعلم حملت الورد حمل فتحت الورد الورد الاخير ده عبارة عن ايه عبارة عن اللي انت حملته بس مكتوب ازاي اتنسق ازاي اه ايه اول اه العنوان الاولين في اول صفحة العنوان الفرعي تحت الفكرة تحتها السيتيشن بتاعها تحتها الترجمة اللي احنا ترجمناها وكل عنوان هتلاقي تحت الفقرات اللي تم اقتطاعها من او تم الاشارة لها في كل المراجع جملة واحدة طبعا احنا مجربين بس على مرجعين في الاخرى هتلاقي لست بالمراجعين هوا تمام كده دي كده تجربت باللغة العربية طيب لو احنا عوزنا نعمل الكلام ده برضو بالانجليزي 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 للناس اللي هتكتب بحس بالانجليزي او للجماعة اللي هم عايزين اللي هم بكتبوا باللغة العربية لكن عايزين استعينوا بمراجع انجليزي سنحتاجوا الى مراجعة الاختباسات ولا دي مرحلة اولى لكن حنحتاج الى الاختباسات ونقل تست عن مواقع البلغاريزم لا دكتور انا معاك مع ريش لا دكتور انا معاك نعم بتقول ايه نعم نعم تسمع بيه واضح الصوت لا بيقطع والله نحاول طبعا الدرافت للباحث اللي شفناه كمرحلة اولى هل يحتاج مني إعادة مراجعة من ناحية الوبلغاريزم ايوة انت هتصيغه من الاول هتصيغه من الاول لانه لانه مطلع نتيجة حرفية فانا بعمل بعمل الشغل اللي المفروض اللي هو الانسان كان يعمله عشان كده برضو جبت المثل بتاع السمودين او في اعادة السياغة اللي هيخرج من سكوبور فانا كده خلصت انا خلصت البحث بان انا يعني سهلت الامر بتاع الاقتباس بعد الاقتباس ايه هاخد الفقرات دي لما اقتنع بيها ان هي النتيجة كويسة هاخدها سواء من الورد سواء من على الموقع مباشر هاخد الفقرة واروح على اسمودين اعمل لها عادة السياغة او انا اصيغها بنفسي لكن انا وفرت الوقت بتاعك اللي انت هتستخرج بي هتستخرج بي الفقرة دي من جوة المرجع كله فانت مش مضطر انك تقرأ كل المرجع فو انا شاورت لك على ان العنوان ده العنوان بتاع مفهوم مشاركة المعرفة او مشاركة المعرفة موجود في المرجع ده في الصفحة دي وموجود في المرجع ده في الصفحة دي وي المكونات موجودة في المرجع ده في الصفحة دي انت هتوظفها زي ما انت عايز بقى حضرتك هتوظفها زي ما انت عايز تطلع لك مثلا سرد بمجموعة من الدراسات السابقة الكتيرة جدا وظفها بقى انت اخدها اكتبها بأسلوبك فيبى بدل ما تكرق عشرين أو تلاتين ألف صفحة علشان تكتب كتاب حضرتك هتكرق ثلاث أو أربع تلاف صفحة كمحتوى أولي فحضرتك هتشتغل قبل سكوبوت وبعد سكوبوت أدكتور الموديل بتاعي الموديل بتاعي سوبر سيمبل أنا عايز أكون مطابق للعمل الأكاديمي تماما لو أنا بقيت أسر كده لغيت الطالب فهيتم رفضي أكاديميا لو أنا ساعدت الطالب أنا دورت على الحتة اللي مش موجودة في المنتجات اللي موجودة المنتجات اللي موجودة أخرها ممكن يستعرض لك بدئف واحد بس ويحلله لك بناء على باترن فيه موقع اسمه سكولرسي جميل جدا بيجيب الأوراق البحثية بس ما فيش كتب وما فيش رسائق يجيب ورقة بحثية 10-20 ورقة ويقوم محلله لك جايب لك إيه ده الأبستراكت ده الفايندينج زي ده الديسكاشن ويديه لك تقرير في ورقة ملخص بس ورقة ورقة تفضل تدخل ورقة ورقة أنا عملت جوجل صغير جوه الفودر بتاعك أو الدرايف بتاع الكمبيوتر بتاعك مشكلتي في الأبحاث بتاعتي أن أنا عندي فكرة كويسة وعندي مراجع كتيرة جدا 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 وبالعكس بقى ما عنديش أي وقت إن أنا أقرأ المراجع دي فأم عطل البحث وبعد سنين ما كتبش يبقى إيه الحل بتاعي أنا بحث كويس أنا مش عايز البحث ما يتعملش ما يبقاش كويس لا ده أنا عايز معاليك عايز معالي حضرتك حضرتك بعلمك وبعظمتك 30 سنة مثلا بحث أو 20 سنة بحث عايز بدل من تكون كتبت 20-30 أو 100 مرجع بس عايزك تكتب 2000 مرجع مش عايز أنا الدكتور أنا عايز مضاعفة الإنتاجية وإسراء البحث العلمي وعايز أحل مشكلة زمالي أنا بص أنا متلحة من راحة بالمعاناة أنا كلية الحقوق جامعة المنصورة ودكتورة في الاقتصاد من كلية الحقوق واتنين مصدر من كلية الحقوق يعني أنا في الآخر علوم اجتماعية وإنسانية اتعلمت إنجليزي كويس هو ده خدمني في إن أنا إيه عملت منتج بحثي كويس ونشرت أبحاث وموجودة على الإنترنت كلها في دار المنظومة وبنك المعرفة وغيره بالإنجليزي وبالعرب ده اللي عملته اللي أنا شفته من زمالي بقى إن في زمالي عبكرة بس ما بعرفش لغة فبفضل محصور في نقطة العربي وموش عارف يستعين بمراجع غير العرب وفي ناس منهم بتقعد سنين مع المشرفين مشردين ينقشوهم عشان موش عارف يستعين بمراجع وما عندوش إمكانية إن هو يستعين بمترجم أو يترجم كل حاجة لأن دي دا كلفة كبيرة فأنا عايز أسهل عليه الأمر هو بحث عبقري هجيب له اكتباسات من جميع المراجع بجميع اللغات وإذا كان الاصطناعي معمول عشان يقضي على المعاناة دي نقطة فهو هيكتب بالعرب كمال الجماعة اللي بيكتبوا بالإنجليزي هو ليه يستعين بخمسين ورقة بحثية بس أنا عايزه يستعين بخمسمائة ورقة الإشراف الأكاديمي أكتر مشكلة يا دكتور حتى وأضخم الإشراف الأكاديمي يعني حتى بني أنطر ذلك للحديث على الإشراف الأكاديمي وصعوبتها ومدى تفرق للطالب والقايدنس اللي يحتاجها فهذا أكيد بيكون مفيد جداً في المرحلة وعمل عظيم جداً يكون طيب اللي احنا عايزين نقوله كمانا دكتور غير النقطتين دولت أنا عملت بحثه بالعربي وعملت بحثه بالإنجليزي بص دكتور نفس اللي احنا عملنا في العرب طيب خلينا ناخد خطوة خطوة كمان أنا عايز أورير حضرتك إن أنا في البحث الإنجليزي اللي احنا عملناه ده هو هنا أنا استعانت بنفس الخطة يعني هو نفس الموضوع عملت حضرت له موضوع وحضرت العنوان وحضرت المفاهيم والمسودز اللي تم اشتغال عليها وعملت اللي ترش الريفيو وكتبت نفس الكلمات اللي هي كانت موجودة بالعربي وعملت النتيجة من النتائج وكتبت الكلمات اللي هي بتاعت النتائج اللي هي بتاعة أثر والنتيجة وعلاقة وبعدين وضعتها على على سكوبت كلها ورفعتها و المواضيع موجودة ورفعت المراجع الإنجليزي كلها تمام وبعدين وبعدين لقيت النتائج كالتالي النتائج كالتالي فكرات عنوين تحتها مجموعة من الفكرات اللي هي مختبصة ومشار إليها في المراجع كلها في المراجع كلها تمام بناء على الترجمات دي كلها وترجمتها للعربي أو ترجمتها للفرنسي زي ما أنا عايز طيب أنا كده عملت عملت بحث واحد طب أنا عايز أستعين بأبحث 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 بلغات تانية هنروح هنروح هنا دكتور نعمل نعمل الأمر ده هنسجل خروج وندخل على حساب تاني في تجربة تانية ده اللي الباحثين بقى إيه يعني ده مثلا نبحث في الميا عملنا بالإنجليزي وخدنا الخطة خدنا الخطة يعني إحنا عملناها اهو كله اهو ده الخطة الإنجليزي خدنا الخطة وخدنا العنوان وبعدين روح نترجمنا الخطة والعنوان على وهينا البحث اهو بتاع الميا خدناه على جوجل ترانسليات وترجمنا من إنجليزي لألماني أنا ما بعرفش ألماني وبالباحث اللغة كاتب الإنجليز ده ما بعرفش ألماني حل وخدنا عنوان عنوان ودخلنا به على جوجل جوجل سكولر ونزلنا مراجع باللغة الألمانية عن الموضوع ده ورفعنا الخطة الألماني دي هنا دي اللغة الألمانية رفعنا الخطة كلها وبعدين رفعنا المراجع اللي أنا نزل تامل على جوجل سكولر ومعرفش إيه اللي فيها وبعدين جاب لي النتائج دي جاب لي النتائج دي ترجمتها لو أنا بكتب بالإنجليزي أو بكتب العربي ترجمتها ده ترجمة العربي لو أنا هستعين بالمرجع فأنا كده هاخد بس الترجمة دي مع مع المرجع نفسه مع الصيتيشن ورقم الصفحة طبعاً هنزل الورد أنا أخد ده من الورد بس أنا لو هتاخده حتى مباشر من على الموقع هكتفي بده بس أنا مش محتاجة طبعاً الألمان بس معايا المرجع أنا استفدت من مراجع من اللغة يعني ما عنديش عليها فكرة نعم أنا عندي عندي مقيم عمل عملنا في القاهرة استعنى بستاشر لغة ببحث واحد ستاشر لغة معايا حضرتك دي نقطة النقطة التانية عندنا تجربة عملية عملناها على سكوبوت في كلية الطب جامعة إنشامس استضافونا في مؤتمر المؤتمر كان عن الطب الشرعي والزكاة الاصطناعي وبعد كده استعرضنا إمكانيات سكوبوت فقلنا لهم أن احنا عايزين ريفيو أو ورقة بحثية من اللي متقدمة في المؤتمر بحث في المؤتمر مدونا ورقة بحثية عدنا كتابتها على سكوبوت نزلنا 29 مرجع 29 مرجع كان مجموحهم 1670 صفحة رفعناهم على سكوبوت وطلبنا من البحث أن هي تشرح لنا في عنوان أكتر العنوان الداخلية في البحث العنوان الداخلية في البحث كبت 11 هي عملاتهم 25 بعد ما رفعنا 25 عنوان مع 1670 صفحة بتواني مرجع اللي هم 29 مرجع أو 29 ورقة بحثية سكوبوت استخرج 180 صفحة نتائج تقريبا 180 صفحة نتائج لما عرضنا النتائج على الدكتورة حصل ثلاث حاجات احنا مكناش متوقعينهم أول حاجة دي اللي كنا متوقعينها الوحيدة إن هي قالت إن النتائج بتاعتي لقيتها كلها في وسط النتائج دي أول حاجة اللي هي النتائج بتاع البحث اللي هي كتبته تاني نقطة إن أنا لقيت حاجات أكتر من اللي أنا لقيتها بعناية كبناء أدماء ولقيت في حاجات مشتقة منها فاستنتجت استنتجت إن أنا ممكن أكتب ثلاث أبحاث مشتقة من المرجع ده من النتائج دي ومشتقة عن العمل فلاقيت ثلاث عناوين ممكن أكتب فيهم أبحاث تانية فبعنا انتقلنا من سكوبوت اللي هو بيساعدك في إنتاج كمي إلى سكوبوت اللي هو يساعدك في عمل كيفي في عمل نوعي لأنه يجيب لك فكرة بالعصف الزهني على النتائج اللي طلعه فبيطلع فكرة جديدة ثالث حاجة استنتجناها إن هي قالت إن هي بدام هو طلع 180 صفحة نتائج ب29 مرجع طبع أنا أكمل عدد المراجع وأعمله كتاب فإذا بقينا كمان دخلنا في مرحلة إن إحنا نعمل كتاب على موضوع صغير إن إحنا كنا عاملين لا ده هنطوره وهنكبره فبقى هو أتحلنا الفرصة دي في مضاعفة الإنتاجية البحثية كم وكيف طورنا إحنا بقى التجربة دي مع مجموعة من الطلبة الجزائرين كلام ده السنة الفاتح كنا في مرحلة تجاره كلها دكتورة تستات كده مع البحثين تستات تستات الحمد لله حاليا إحنا معنا 31 ألف بحث وبحثة على سكوبوت خلال سنة ومعنا 12 ألف بحث فقل يتعاملوا على سكوبوت واصحابهم كانوا بيدعونا على مناقشات الرسائل الدكتورة والرسائل الماجستير وأبحاث الترقيات وبيبعثونا رسائل وبعثونا فيدباكس الحمد لله رب العالمين اللي إحنا طورنا مع الطلبة إيه إن إحنا عملنا لايف كده دخلنا مع 8 طلبة من جامعة مستغنم وجامعة ورن 2 وكان معنا المشرفة الدكتورة كريمة علاق كانت معنا في الشغل بتاعنا دخلنا المراجع المراجع كانت طبعا دي علوم اجتماعية وإنسانية كان قسم علم النفس دخلوا المراجع كان المراجع ما بين خمس تلاف لسبع تلاف صفحة كلهم دخلوا المراجع إحنا فتحنا له عشان يشتغلوا براحتهم دخلنا مراجع والطلبة الجزائريين كان معهم كمان لغات يعني هما غير ما بعرفوا عرب وفرنسي كان فيهم ناس عرف انجليزي وعارفين اسباني وعارفين تركي وكان في حد عارف ايطالي فهنا كنا قاعدين معنا حوالي 6 لغات وإحنا قاعدين فدخلنا مراجع باللغات دي كلها كل واحد على حسب موضوعه وطبعا كده كده النتائج موجودة الترجمة الموجودة على سقبوت معنا الكلام ده كان بشاء في رمضان اللي فات عملنا الدراسات السابقة والإطار النظر كله في 3 ساعات ونص ليه دخلوا هما المراجع وأنا قرأت معهم القرأت معهم الخطط اللي بيدخلوها وعملنا زي ما احنا قلنا كده اللي هو نكتب الكلمات المفتاحية الأساسية ونفصل فيها ونفصل في كل عنوان وبلاش نكتب عنوين متدخلة بنعمل الروبوت بنعرفه احنا عايزين منه ايه بعد كده سيبتهم خالص خلصوا الأمر ده واللي راح كمل الإطار العمل بتاعه واللي كان عامله أو اللي كان لسه لو في دراسة الحالة عايز يطلع النتائج وسيبتهم شهر رجعوا بعد الشهر جابوا لي النتائج دي دخلنا النتائج على سكوبوت وطلعنا كل ما هو متعلق بالموضوع وعملوا منقشة رائعة جدا رائعة جدا من المنتج اللي طالع من منقشة النتائج دي تجربة على الإطار الطبي أو العلوم الطبيعية وتجربة على الإطار العلوم الاجتماعية عندنا كمان عندنا تجربة في في التجمعات بقى دكتور هنا الحتة اللي الدكتور عملتها لنا بتاعة بتاعة عين شمسي دي خدنا منها إن إحنا لو جبنا خمسة من الدكتورة دي واعدناهم واعدناهم ده مشروع عندنا واعدناهم وجبنا أحدث المراجع مثلا من أحدث المجلات وليكن ساينس داري وجبنا في قسم هندسي أو قسم أي أنقل قسم وجبنا البحث ورفعناه على سكوبوت تاني والنتائج بدل ما كانت هي الدكتورة قراءتها الوحدة هنجيب خمسة من نفس التخصص يقرؤوها ويعملوا عصف زهني للنتائج هيتطلعونا كم أفكار قد إيه هناخد كم الأفكار ده ونشوفه تاني هل فيه مكتوب منه ولا لأ لقينا أن نص الأفكار اللي كانت مكتوبة نصها كان مكتوب فيه فلقينا فيه عنوين نص العناوين اللي هما طلعوها لقيناها جديدة فبقى عندنا بنك أفكار من بحث واحد ما بالك لو إحنا عملنا الموضوع ده دوري هيبقى عندنا قد إيه وطبعا الخمس أشخاص هم هيعملوا بقى الكم المعلومات التانية اللي هو المرحلة التانية بعد ما نلاقي عنوين هنكتب العناوين دي نعملها أبحاث كلام ده المشروع بتاعنا بتاع النشر الدولي الكم والكيف هنطلع عنوين جديدة بعد كده وطبعا هنستعين بكل الأدوات البحثية معنا شجي بيتيه معنا كل حاجة في أن احنا نعمل نعمل خطط ونشتغل نطلع الأفكار ونولد أفكار ماشي بعد ما نعمل التوليد ده بعد ما نعمل التوليد ده من اللي موجود ونبني عليه هنبدأ نكتب بقى هنكتب بنفس الطريقة بتاع سكوب لدلوقتي معنا معنا بروبوزر بحسي ومعنا كامل مراجع ضخم جدا موجود على الإنترنت هنرفع المتطابق أو المتعلق بسكوبوت هنرفعه وطبعا احنا بقينا متمرسين عليه خلاص هنرفع على سكوبوت البروبوزر وهنرفع على سكوبوت المراجع هيجيب لنا المحتوى والخمس أشخاص اللي هم عملوا الأفكار دي وكمجموعة بحسية هيتكتب اسمهم على كل الأبحاث اللي هتطلع وهننشرها دوليا بمعنى هنقسم العمل عليهم ده ده هيعمل لكل الأبحاث أو كل الأفكار في وقت واحد ده ده هيعمل هنعمل تخصص وتقسيم عمل على الأبحاث ما دكتور؟ بعد كده هنوصل يعني احنا وصلنا بالتجربة بتاعتنا دي ان احنا عملنا خمسة وعشرين بحس من الخمس أشخاص فيقل من ثلاث شهور اللي هو ثلاث شهور ده اللي هو وقت مثالي لعمل بحس واحد من شخص واحد لو أبحث ترقية واحد دي دي كان دي كان مجموعة من التجربة اللي احنا نفذناها على سكوبوت فعليا ويجابت سمرة وكنا مسجلين الكلام ده هو عظمة المنظوع يا دكتور يعني في زيادة الانتاجية خصوصا وانت أدرى لو صوت معاق يا دكتور أنا سامع صوت معاقبتك جدا تمام فخاصة وانت أدرى بالعمل الأكاديمي بصفة عامة إن فيه الكثير أصبح فيه الكثير تمانين في المية عمل إداري عشر عشرين في المية عمل أكاديمي لم أستطيع يعني هنا الانتاجية تكاد تكون يعني هنا في الانتاج الأبحاث يعني شبه معدومة دعنا نقول شبه معدومة ولهذا هو هنا الملجأ فحقيقة الموضوع شيق جدا وأداء يعني في منتهى الأهمية في هذا الوقت لتزدحم فيه أعمالك اليومية حقيقة فيكفي يعطيني الفرست درافت بيش نعطيني ننسق ونزيد إعادة صياغة ذلك أسهل يعني بالتأكيد يعني سواء الدباجة العربية أو الإنجليش فهذه أمور على الباحث أو على الدكتور مهمة جدا الفكرة الثانية زي ما قلت أنت ينتج لأفكار لمشاريع خاصة في رسائل الماجستير الدكتوراه فيلي قد للحصول فقط على الموضوع قد نستهلك وقت يعني موضوع لا نستهين به يعني وجود الفكرة ليس بالشيء السهل يعني قد تكون تعطل كتير أكيد أكيد لا دكتور إحنا إحنا مش عايزين نقول لقاء تعريفي ونمشي إحنا عايزين نعمل يعني إحنا عندنا قدة مراحل من التعاون أول محاول التعاون إحنا عملناها دلوقتي وهنمد كل الجامعة بهدية مننا بقاطي يشتغلوا عليه تاني تاني حاجة إحنا عايزين نعمل نمد الجامعة بقى ملايين الصفحات نعمل تعاقد لملايين الصفحات بأن كل دكتور يبقى عنده حساب عليه عشرين تلاتين ألف صفحة يشتغل براحته ده غادرة والطلبة بعد كده ده معاه هيبقى معاه تدريب على سكوبوت تدريب متعمق على سكوبوت وحقيبة تدريبية على الموضوع بعد كده إحنا عندنا إحنا كشركة تسكوبوت عملنا ملحق تدريبي يغدم العملية العملية التعليمية في الجامعة كلها من أول اتخاذ القرار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرار الإداري بأدوات الذكاء الاصطناعي وبأحدث التكنولوجيات اللي هي على طول إحنا بنتور فيها لكورسي تاني عن توليد الأفكار لكورسي تالت عن تجميع كم ضخم جدا من المراجع بكل اللغات من جميع الأماكن على العالم كله لكورسي رابع تعمر أكتر في الكتابة الأكاديمية بالكتابة الأكاديمية بسكوبوت وغيره بسكوبوت وغيره من كل اللي يساعدك فأنا عندي عندي منظومة ممكن نعملها ونشتغل بها كل ده هدفه الهدف الأساسي عندي يا دكتور هو إنك تكتب بحثك بنفسك وقته مجهود أقل بحث بتاعتك تخيل إن جامعة سيرت بعظمتها وبتاريخها ده كله واللي هي أصلا كان كان يعتبر كل يعني كل المنطقة دي يعني هي كانت تجمع ضخم جدا لجماعات انشقت وبقت جماعات بس هي كان هي الأم هي الأم جامعة سيرت هي أصلا لها تصنيف ولها حاجات تاريخية عظيمة رجعنا تاني واشتغلنا عليها بطريقة رأسية رأسية أحدك لسه بتقول إن ثمانين في المئة أعمال إدارية وكل الوقت إحنا بقى هنعالج الأمر بتاع الوقت إحنا بتوع الوقت اللي هو يعني أنا مش محتاج منك أكتر من ساعتين ساعة كل يوم تعمل فيهم حاجة معينة أنا هوفر لك إن أنت بقى عندك يعني يعني عندنا في مصر مثلا أو في بعض الأماكن الدكتور بيوم عامل إيه بيوم جاب الطلب اللي عنده هو عايز يعمل كتاب دراسي والكتاب الدراسي عشرين محور مثلا أو عشر فصول يوم إيه تعالى أبني هاتلي داتة عن المحور ده جمع لي محتوي هو مش عايزك تكتب الكتاب هو عايز مش لقي وقت يقرأ كتب يجيب منها محتوي في يوم شغل العشر طلبة كل واحد ياخد محور ويروح الطالب يوم جايب إيه يقول له هاتلي من عشر عشرين مرجع يوم كل طالب قري عشرين مرجع وياخده شهر أو اتنين على ما يخلص أخذ لك شهرين في عشر طلبة في عشرين كتاب فاخدنا دلوقتي يجي ثلاث سنين وقت جواء لو فردناهم ويخدنا متين كتاب أو متين مرجع وعشر طلب السكوبوت هيعملك الكلام ده في يوم واحد المتين كتاب في يوم واحد هتكون مخلص المحتوى هيجمعلك المحتوى من المتين كتاب في يوم واحد ما بالك بقى لو احنا عملنا كلام ده لكل دكتور في جامعة زرت ما بالك حجم الكتب هيبقى دي إيه ما بالك لو عملنا الكلام ده في التجمعات البحسية وعملنا نشر دولي مشكلتنا في النشر الدولي إن احنا بنتعب على بحس واحد بس ونروح ننشره وما يتقبلش ضعت السنة مننا ضعت السنة أنا منتظر بقالي سنة ولا ستشره ضعت السنة وضعت مني إن أنا أحبط أكتر وكل رفض ليا بيخليني معونتشان شورتاني معونتشان شورتاني مع إن حضراتكم في ليبيا عاملين حاجة محدش يال في العالم عامل يعني عاملين حاجة من نسبة للنشر الدول محدش يال في العالم عامل الصراحة اللي هي إيه أنتو بتنشره يعني الدولة بتنشر لك على حسابها في سكوبوس أو أي ترابل إيه كمان لما بتتقبل بيديك بيديك مكافأة خمس تلاف دينار ده ما بيحصلش يعني في أي مكان فإحنا ممكن ندعم الأمر ده بإن أنت تعمل عشر أبحاث وما يبقى إسمك لوحدك على بحث ما إحنا هنعمل اللي هي التجمعات البحثية دي والمجلات البحثية دكتور محمد نعم تركيز على الجانب العملي يبقى زيد تركيزك على الجانب العملي هنا نقطة الإبداع لأنه بحيث نقرأ كتب ونراجع ونلخص هذا تريحت مننا بالمنصة حنرتاح نركز على الجانب العملي جانب تجارب في مثلا في العلوم التطبيقية بصفة عامة فتجد نفسك أنه مركز دائما على الجزء العملي أكتر وهن الفائدة هنا يبدأ الإبداع دكتور محمد نعم دكتور دكتور استيمار رئيس الجامعة بداخل ماك بدقطة معينة يا أهلا من سياتك يا فندم يا أهلا السلام عليكم كيف حالك يا دكتور محمد عليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا من سياتك يا فندم تواصلنا عبر الأثير عن بعد لكن لم نرى بعضنا البعض لعله خير إن شاء الله ونفقابل قريبا شرف عظيم أولا شكرا جزيلا لاستجابتك بصراحة لطرح موضوع الذكاء الاصطناعي لأنه هو موضوع العصرة نعتبر فيه الآن وأصبح من الموضوعات الملزمة لكل المؤسسات العلمية حتى ترتقي وترتفع بمستوى تصنيفها وأداءها بشكل أو بأكبر حضرتك كنت متخوف من الحضور إن شاء الله عجبك بس لا 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 هذا ما شاء الله يعني فوق المستوى ما شاء الله ما شاء الله يعني جامعة السرط طبعا الكل يحاول أن يطور من ذاته وهذا بصراحة كان كان ثقتي كبيرة جدا في الموضوع ولذلك أنا أصريت مع الدكتور خليفة بأن الحضور يكون بهذه الطريقة أفضل من يكون مثل ما طرحت حضرتك أن يكون في فترة مسائية لا حتى في الفترة الصباحية أنا متأكد أن زملاء في جامعة السرط دائما يحاولون يسعوا لتطوير أنفسهم وأداء مؤسستهم وهذا ما جعل حتى الجامعة تخطو بخطوات متقدمة على مستوى محلي ولا على مستوى حتى العربي وإن شاء الله نكون حتى دوليا يعني عندي عندي ملاحظة واحدة فقط يا دكتور محمد حضرتك لما بديت ودخلت لاحظت أن تكلمت بالإمكان أن نعمل في اتجاهين اتجاه الكليات ذات الطابع التطبيقي والكليات ذات الطابع الإنساني أنا نفضل أن استمرارا لمثل هذه اللقاءات وحتى فعلا نصل إلى نتيجة حقيقية يعني لابد أن يكون عندنا نوع من الاستمرار وبنطلب من حضرتك أن نفصل اللقاءات يصبح الكليات التطبيقية لها لقاء خاص والكليات الإنسانية لها لقاء خاص حتى النتيجة تكون أكثر فاعلية وأسرع مثل ما حضرتك الآن تتحدث عن التطبيق هو يعجل في الإنتاج العلمي نحن محتاجين إلى التعجيل في فهم هذا التطبيق حتى نصل إلى سرعة الإنتاج العلمي وطبعا جامعة السرعة هي جامعتك كل الإخوة كل الإخوة اللي هم موجودين أمامك الآن وما سيكون إن شاء الله في اللقاءات القادمة معك بإمكانهم يتواصلوا معك ويتكلموا عن جامعة السرعة كإن كإنهم في مكلفين برئاستها كل كل شخص جالس أمامك عضوه تدريس معيد مكلف بكلية مكلف بمهمة هو يمثل الجامعة مثل رئيسها فبالإمكان الاتفاق مع الإخوة الموجودين أمامك في أي لقاء أستسمحك عذرا بالخروج لالتزامي بموعد وكنت أود أن أواصل الحقيقة الحضور وبعد للتدريب إحنا عايزين ننفذ الدكتور وأنا اهتمامي بموضوع التعليم اللي هي الكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية إنها مظلومة مظلومة في موضوع اللغة ومظلومة في مشروع النشر الدولي النشر الدولي مشهور جدا في هندسة وطب وصيدلة وزراعة لكن لما تيجي تقول مثلا كليت تربية ما تلاقيش فيه كليت أداب ما تلاقيش فيه فأنا عايز أهتم بالجنبين أضاعف الإنتاجية المنشورة من هندسة وطب وصيدلة وكل المجموعة التطبيقية وعلوم وأخلي الكليات الأدبية اللي هي أصلا تعتبر 70% من عدد من عدد الدراسات العليا في الوطن العربي ينشرهم ينشروا برا عايزوا ينشر ده يرفع رانك رانك الكليات ورانك الجماعات وهيدخل وهيدخل المجلة البحسية بدل ما احنا بنروح نعمل في سكوبوس ممكن المجلات البحسية الموجودة في جامعة السيرس نفسها المجلة في حد ذاتها هي تدخل سكوبوس بالمشل اللي موجود وبالشغل اللي احنا ممكن نعمله دكتور حتى نكونوا شوي عمليين يعني فيما يتعلق بعملية التعاقد السيد مبروك طبعا هذا مدير مركز التعليم الالكتروني دكتور خريفة شين كان هو صاحب فكرة هذه اللقاء يعني وبصراحة معلش يعني فاتني نقدم للشكر يعني في هذا الموضوع يعني الدكتور بوعجيلة عميد كلية تقنية المعلومات بالإمكان التواصل معهم ثلاثتهم ووضع آلية للتعاقد موضوع التعاقد وكل ما تتفق عليه هو منفذ إن شاء الله الله يرضى عنك دكتور يعني هذا شيء مبشر جدا الصراح مبارك الله رفيك وجزاك الله وليس شرف في التعامل مع سيادتك جدا المرونة دي يعني لا تدل إلا إن حضرتك هنوصل للعالمية قريبا والله بإذن الله وبرك الله وبرك شكرا معالي الدكتور سيادتك بإذن الله بإذن الله بإذن الله الوضع الحمالية العنوان بإذن الله بإذن الله الحمالة البراس لل جيت من حمالة الجيت مال السوق ما عليش أنم السامة سوط سوط هفش سوط سلام عليك عليك السلام عليكم سوط مش واضح دكتور والله يبنى عارف دكتور أيوة كده ماشي مريس محسن دكتور مش 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 طب هو كان الدكتور دكتور سليمان كان لسه بتكلم كان سوط واضح السلام عليكم أيوة سوط وضع جدا عليك السلام السلام عليكم يا والله دكتور هو الموضوع يعني فعلا والله يشيق جدا وعندي كثير من الأسئلة الحقيقة لكن نظرا لذلك الوقت سأكتفي بسؤال واحد في نفس الواحد لنفرض يا دكتور أني عندي فكرة في ورقة بحثية عندي عنوان معين حملت نية مرجع للسكوبت فهل العمل اللي يختصر اللي بيعابل لي الريبوت هو أنه بيأخذ بعض الجمل المتعلقة بعنوان بحثي فقط وإلا يقدر يستنتج أشياء أخرى هل يأخذ جملة حرفيا من بدل ما ننقر بيه يتبحث ويأخذ بعض الجمل الفقط المتعلقة ببحثي وإلا حيستنتج يأخذها حرفيا ويحطها لي في ملف وورد زي ما قلت أنت والله سيربط ميناتها ويستنتج أخر إذا كان يستنتج فشنو الألغريثم اللي يستعمل فيه أو الذكاء بالضبط اللي يستعمل فيه بس يستنتج الجملة الحديثة وإلا هو فقط يأخذ في جمل يوفر علي في قراءة ورقة ووراقة البحثية ويأخذ في جمل كمائية ويحط فيها لي والسؤال الثاني الفرق بين أو بين اللي يستعمل في جي بي تي تشات جي بي تي فهل يعني فعلا هل السكوبات يعني أفضل من تشات جي بي تي نفس يعني رهيب هو خارب الدنيا تشات جي بي تي تولي فهل هو السكوبات إذا وين وين ومطق وين من اثنين واللغريثم بالضبط اللي يستعمل فيه الروبوت إذا كان هو يستنتج يربط بين الجمل في المراجح وإذا كان هو يأخذ في جمل القط فهو يعني توفير وقت القط هو الألية بتاع السكوبات دكتور أنه نحن سايبين للباحث أنه يعمل الحاجة بأسلوبه فما كانش هينفع أن نعملها بأسلوب الباحث إلا لو إحنا عملنا له إشارة فقط إلى الجمل أو الفقرات اللي هي متعلقة ببحثه لكن الاستنتاج والربط ما بنعملهوش إحنا بس بنوفر الوقت والمجهود في تجميع المحتوى الفرق ما بين سكوبوت وما بين شات جي بي تي هو الفرق ما بين العمل الأكاديمي وإنك تسيب للطالب وإن الباحث يعمل بأسلوبه أو إن أنت تبدل الطالب وتبدل دماغه بآلة النقطة الأولانية في شات جي بي تي زي ما احنا شرحنا في الأول خالص إن شات جي بي تي أوصر فهو مش بيجيب لك من المرجع يعني حتى لو جاب لك لستة بالمراجع تأكد إن لستة المرجع دي مش هي اللي هو جايب منها لأن حتى لو أنت لقيت فكرة قريبة منها فهتلاقي فكرة مؤلفة مش مصاغة مش مصاغة فهو مش خارب الدنيا علشان الأبحاث هو لو إحنا استخدمناها في إن إحنا نولد أفكار ويفتح لنا أفكار هنستنفع منه جدا لكن لو إحنا اتمنى عليه في عمل البحث الكامل دي تبقى مصيبة هنقضى على العمل الأكاديمي فالفرق ما بينه ما بين سكوبوت ده أبروتش يعني ده اتجاه وده اتجاه تاني إحنا بنخلي تجميع المحتوى اللي إنت بتتحكم فيه إحنا روبوت تحت أمرك بتوظفه تحت أمرك شجي بتي عنده معلوماته الخاصة عنده معلوماته هو مش 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 إنت اللي بتديله بتغذيب معلومة يجيبها لك أو بتحدد له إطار لا الإطار بتاعه عنده هو كمان بالنسبة للخصوصية اللي هي أهم حاجة في الجزء بتاع العمل الأكاديمي أفكارك بدأ محطتها هناك خلاص يا باقي تمشاع سكوبوت صفحة مغلقة ما فيهاش شير صفحة فاضية بتملاها بالخطة بتاعتك وبعدين المراجع ولكن ما فيه شير يعني أنا لو استخدمت نفس نفس البحث بتاع حضرتك واستخدم وسألت نفس سؤال موجود في المراجع عند حساب حضرتك ما هوش هيجيب لي شير من المراجع اللي حسابك حضرتها حسابك مغلق عليه حسابات مغلق كمان موضوع التجميع التجميع ده اللي استنتجنا منه بالعصف الزين نحن نولد أفكار من النتائج اللي طلع موضوع بقى نحن نربط الأمور ببعضها ده عمل عمل الإنسان هيعمله عمل الإنسان هيعمله كده تطلع لا لا هو الاكتفاء بالتجميع سياغ الله شكرا يا دكتور السلام عليكم دكتور محمد عليك السلام أطلاقات شرفنا بجلسة لا شرف كبيرينا معلش الصوت بس الصوت موش صافي زي ما تفضلوا لساته في كثير من الأسئلة بس الوقت تعتقد لا يكفي لكنني السؤال الوحيد للنسر أنا حسب ما تحدثت أنا في البداية نضع خطة البحث بعدين نجيب المراجع صح صح فهل فيه إمكانية لنأخذ عدد من المراجع بحيث أنه يصيغ خلي ويعطيه الملخصات أو لا بدون خطة بحث بدون خطة بحث لا لأنه هو التصميم بتاعه التصميم بتاعه إن حضرتك ماهوش بيلخص هو بينطقي بينطقي المتعلق بما تسأله عنه لأن التلخيص التلخيص دكتور فيه موقع اسم سكولرسي أنا شرحته سكولرسي ده بيعمل لا يقبل إلا الباترن النمط واحد اللي هو نمط الأوراق البحثية لا يقبل الكتب لا يقبل الأبحاث ولا التقارير ولا رسالة المجلسة والدكتوراه كمراجع تتحطى عليه هو ورقة بحثية عشر عشر صفحة بتقوم قرئها وهم حتتغلق في باترن إحنا سكوبوت كان نفسنا نعمله جوجل على صغيرة فما يبدأش في باترن نفسي أحط فيه كل كتب مراجع تقارير رسائل لو كنت عملت له باترن يلخص كان لازم الباترن بيستلزم إدخال نمط واحد بس أو نمطين أنا أعمله إن كل أنمط تتبقى مقبولة يعني يقرأ الكتاب زي ما بيقرأ الورقة البحثية زي ما بيقرأ الرسالة ويتعامل معهم كتيكس فقط أنا أقصد إنه ما هوش محرك بحث يعني المراجع أو المراجع عنين موفرها صحيح؟ لا هو محرك بحث داخل الضرايف اللي أنت بترفع بمراجعك أيب هو باحث داخل مراجعك شكرا دكتور دكتور يتعامل مع البيبرز بس نجيب لي الفولدر نتاعي فيه بيبرز فقط لا 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 أو النوع ما بين أو باستطاعتي النوع ما بين كتب ورسائل أيوة هو ده اللي بتتراحه لها دكتور اللي هو إيه أنا بقول له حضرتك هو دكتور بيسألني بيقول لي هل هو بيلخص الملخص بيستلزم باترن إحنا باحث خام باحث خام موش مهتم بالأوراق البحثية بس حط كتب حط رسائل حط تقارير حط مصادر قديمة مصادر جديدة المهم الحاجة تبقى مقروعة قدامك الاعتماد في الاعتماد الغربي يعني هم عكسنا الأبحاث العلمية عندهم معظمها أبحاث طبية وطبعية فعلشان كده أهم حاجة عندهم الأوراق البحثية كمصادر إحنا هنا عندنا 80 أو 70% من الناس موجودين في كليات أدبية الكليات الأدبية أهم حاجة عندها الكتب كمصادر للمعلومة في الأول فهم بيعتمدوا في المكتبات البحثية حتى جوجل سكولر وغيره وسمانتك واللي احنا استعرضناه على أوراق البحثية عشان هم الموقع بتاعتهم لما احنا بجي بقى بنيجي نعمل نفس اللي احنا بيعملوه بينطبق بس على الهندسة والطب والصيدلة والعلوم لما بنيجي نعمل الكلام ده في الجزء بقى تعالى العلوم الاجتماعي والإنسانية من نغبة لأن احنا بنعتمد على كتب ونعتمد على رسائل فاحنا احلالا للإشكال ده دكتور مرضناش نعمل باترن للموقع يعني موقع مثلا ده موقع سهل لأنه بيعمل على ورقة بحثية واحدة وبيجيب لك نمط واحد احنا فتحناه كباحث عام في كل أنواع كل أنواع وكل الأنماط علشان الباحث بتاع الأدبي يبقى عامل زي باحث العلمي يحط كتب زي ما هو عايز ويبحث جواها الباحث بتاع الأوراق الباحثية يحط زي ما هو عايز ويبحث جواها جاب نتيجة من هنا جاب نتيجة من هنا واشتغل عليها وبقى مجمع من كل يعني الحديقة مليانة كل أنواع الفواك وهو بيجمع براحته ويشتغل زي ما هو عايز يبقى الممكن أني ينتفرغ في بحثي في الأخير لادباجة واستخلاص الجانب العملي في تحليل للأرقام والاستبيانات لو وهنا نراجع ما جمع عليه تتجمع لدي الأفكاري ونربطه بما تحصلت عليه من أن شيء عملي بالضبط نربط أصبحت عندي نتائج عملي خاصة بي وربط ونستطيع ربط ما تحصلت عليه بالمعلومات اللي استرجح لي من المراجعة الربط هنا مهم جدا جدا طبعا طبعا نقدر نستند عليه شيء يعني ما استنبطت من بياناتي شيء لكن كيف نقدر هل نستطيع نصرح به لا لين نرجع للمراجعة السابقة لنبقى نرجع للمراجعة السابقة ونلقى تسلسل أفكارها سلسلها لي في تسلسل منطقي نقول لقيت لي لقيت عليش نستند عندي عليش نستند تصبح الأفكار واضحة عندي بالزبط دكتور ما هو مجد بالزبط بالزبط فأنا عملت لك حرية نعم بس النقطة اللي ما زالت غايبة عني شوية اللي هي كيف يأخذ مثلا من مرجع معين ما هو كيف يستخلص من المعلومات اللي يعطيهني بناء على العنوان بناء على خطة البحث بناء على العنوان والكلمات المفتاحية والخطة والخطة اه والخطة احنا دلوقتي اول حاجة بنكتبها العنوان بتاع الرسالة او البحث وهو بيلتفت نظره الى الكلمات المكتوبة بعد كده تاني مرحلة بتكتب الكلمات المفتاحية فكده انت بتوجهه بتقوله ان الاولوية اللي انت تبحث فيها عن الموضوعات بتاع المتغيرات دي بعد كده بتكتب له بقى التفاصيل اللي هي العنوان اللي هي الفصول والابواب وكزا بتفاصيلها هو كده بقى بيقوم ايه عمل توليفة ما بين ده كله ويدور عليه ويعمله وزن نسبي وزن نسبي ويعمله من حيث المقدار يجيبها لك في الاول او يجيبها لك رقم عشرة كنتيجة او رقم عشرين كمان حضرتك بترفع كتير من المراجع يجيب لك منها في حدود من عشرة الخمستاشر في المية كنتيج يعني كمعدل كمعدل عام بحيث انه في النهاية بيعمل انتقاء منظم انتقاء منظم بناء على المعايير اللي انا قلتها لحضرتك العنوين والكلامات المفتاحية في انه يقرب لك ويعمل لك ماتشنج يعمل لك ماتشنج تواصل او تعلق او ارتباط او مقابلة ما بين اللي حضرتك كتبه واللي موجود متشابه له في المراجع فيب انا كده وفرت وقت حضرتك من عشرة لتسعين في المية على حسب المراجع والحسب الموضوع وانا كده الهدف الاساسي بتاعي موضوع الوقت فانا معتمد عليك انك عملت ورحة دكتور ورحة ورحة شكرا عموم مشكور يا دكتور ما هو الاسطلة كثيرة والله يا دكتور هل هل استطيع اثق يا دكتور هل استطيع اثق لما جمع ياخذ المعلومات من المراجع هل اللي فهمت منك انه يستخدم في الكلمات الكي ويردس هذي اللي يستعمل فيها والخطة هل هل لنسبة كم نقدر نعتمد عليه انه فعلا ممكن يكون يعني نسبة الخطأ كم انه جاب لي جمل نظرا لتشابهها حتى باللغة كمعنى لا لسه علاقة بالبحث ولكن من حيث اللغة نسبة كم نقدر نثق فيه ان كل المعلومات اللي جابها يعني تتعلق ببحثي او ممكن يكون جاب لي بعض المعلومات نتيجة لي كي ويرز متشابهة قد لا تكون في هل في نسبة معينة اعتمادية ريلايبلتي في الواحد او لا تحتاجي لبراجعة مني بعدين وقرار قراريني هو يقول لي هذا حج جهدية طيب هو حضرتك فيه ثلاث معايير لجوجل في انه يجيب النتائج اول حاجة اول معيار واللي هو السيد في كل حاجة الكلمة المفتاحية يعني التطبق كلمات بعد كده متراضفات ومتناقضات لو ملقاش التطبق بتاع الكلمات بيجيب المتراضف او المتراضف للكلمة او المتناقض معاه بعد كده بيجيب بالصياق حلو ده ده كده في كل أنا في نسبة خطة واضحة يا دكتور لان المتناقضات في الكيووردز لحد ما ممكن نثق فيها لكن المرحلة التانية متاع المتناقضات السيليمومز هذي وهي تقصد عنه يعني هكمل بجومنا بس يا دكتور اه انا بتكلم على جوجل لا يكون يتساعدني لا لا خليك معايا خليك معايا بس يا دكتور لا سوع انا ده بقولك جوجل بيعتبر اللي هو يعتبر اعظم حاجة في الزكاة الاصطناعية جوجل يعني واقدم حاجة بيجيب النتائج بناء على ثلاث ثلاث اركان وده الشايع في كل الزكاة الاصطناعية اول حاجة بيعمل تطابق مباشر ما بين الكلمات المفتاحية وبيعمل لها وزن نسبة اولاني لو ملقاش كلمات مفتاحية بيدور على المتراضف للكلمة المفتاحية ملقاش ملقاش متراضف بيجيب سياق بيجيب بالسياق بيفهمها بالسياق كده من حيث الكلمات المكتوبة عشان كده ممكن تلاقي النتائج كتيرة جدا مش جايبة بس في الاول بتلاقي اول واحدة واثنانية والثالثة والعشرة تطابق حرفي للكلمات اسكوبوت نفس 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 الالية لو انت كاتب العنوان وتحته مأكد له على الكلمات المفتاحية وبعد كده سأله بنفس العنوان كعنوان فرعي بالاساس هيجيب تطابق للكلمة المفتاحية بتطابق في الجمل اللي هو هيجيب موضوع الخطأ اللي هو هيجيبه حضرك اللي بتحدده مش عارة اهنا عاملين وزن نسبي وزن نسبي لكل لكل الفقرات اللي هو بيجيب وزن نسبي للمعلومات اللي هو هيجيب وبيديديك خمسة وعشرين او خمسين فقرة كافيين جدا انك تاخد منهم حتى لو هتاخد عشرة كافي جدا انك تعمل مقال منهم مقال او البوينت تكتب منها اللي انت عايزه دي نقطة النقطة التانية على حسب المراجع اللي حدك بتدخل كل ما المرجع يكون متعلق بالموضوع كل ما هيجيب نتايج كويس كل ما المرجع يكون بعيد عن الموضوع ما هوش هيجيب نتايج فانت اللي بتتحكم في ادخال الموضوع انت اللي بتتحكم في الموضوع بكله سواء في ادخال في ادخال الخطة او في ادخال المراجع دكتور اظنني دكتور اظنني اعتقد نسبة الترابط في المواضيع وقربها من الموضوع المطروح البعثي هتكون عالية لا السبب الأول انا اخترت المراجع اللي فعلا من خلال العناوين هو الابسترك قريبة جدا من موضوع بعد اذا نجب ما هو قريب هذا هذا اول 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 ركيزة لنا عندي الركيزة الاول هذه مهمة تاني حاجة اختياري للكلمات المفتاحية اظنني ادرى بها نيف وكل ما تكون قريبة واختيارها صحيح حيكون البحث صحيح والتجميع صحيح عرف عرف يا دكتور يعني اللي حدا قلت يعني هو ده هو ده الصحي بالزبط اللي بيحصل والمعالي الدكتور اللي حضرتك قاله بالزبط بالزبط هو ده 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 بيحصل كنيس بتخطأ لكن احنا ما عندناش موضوع الخطأ ده علشان انت اللي بتدخل المدخلات يعني الموضوع كله بناء على حضرتك انت اللي بتتحكم فعشان كده بنيدي تجربة وبنيدي تدريب انك تتضرب على الامر متى تتضربت عليه بتطلع افضل نتائج وبتتحكم في الموضوع انا عامل لعدك الروبوت خام الروبوت انت تتحكم فيه مش معنى ذلك انك ما عندش هتستخدم غيره لأ احنا لما هنعمل عصف زهني هنستخدم كل الروبوتات اني نفع علينا يعني المؤمن مش هيسيب حاجة من الحكمة اللي ما يستخدمها في اي مكان لما نيجي نعمل مشروع بحسي هنستغل كل انواع التكنولوجيات في ان انت تستخرج كل ما يفيدك هنعمل خطة بالاستعانة باستراتيجيات الاوسر اللي هو هيحدد لنا الاسئلة الافضل الاسئلة اللي ممكن نترحها بعد كده ايه الخطة اللي ممكن تتشعب بعد كده هنجمع المراجع بالروبوتات اللي احنا قلناها في كونكتت بيبرز ويزيش رابط وغيره ويعمل لنا بحس مش عشوائي ده بحس دقيق جدا بعد كده نرفع ده كله على سكوبوت يجمع لنا محتوى منه بعد ما جمع المحتوى لو احنا عوزنا روبوت تاني يعمل لنا سياغة فاحنا شغالين بحيث ان احنا متحكمين في الامر بأسرع وقت ممكن ممكن نمتج احنا اللي يتحكمين يا دكتور دي الاجابة بتاعتي فيه اي تساول اخر دكتور محمد السلام عليكم عليك السلام ربط الله بكاته بداية نشكر حضرتك بيوجودك معنا اليوم عبر تقنية الزوم الدكتور خليفة صح نعم نعم يا اهلا بسياتك مرحبا دكتور محمد شكرا جدا على الفرصة وشكرا على تعرف على المجموعة العظيمة دي من البحسين الله يسلم سؤالي انت تكلمت خلينا نقوله على اماكن الامان او المنطقة الامنة في استخدام سكوبيس شين هي المنطقة اللي هي تدخلنا منكم في البلاجريزم وفي الامور اللي هي اللي هي حلاقة وإخلاقيات البحث العلم والله والله دكتور احنا اول حاجة بنجيب لك النص النص حرفي انت بتتحكم في موضوع البلاجريزم لان احنا سايبينك انت اللي تعمل الصياغة لان احنا بنقولك من الاول ان النص بتاعنا حرفي لازم لازم تكرأه وتصيغه واسلوبك يبان فيه فانت كده هربت من البلاجريزم سواء المشرف هو اللي شافك سواء البرنامج بتاع تشيكر او ترنينتا او غيره حضرتك روحت عنده مش هتلاقي فيه نسبة البلاجريزم بده من انت راجعت على الامر موضوع الاخلاق البحثية انا ما عملتش البحث بدالك انا ساعدتك زي ما جوجل ساعدك زي ما جوجل جاب لك مراجع انا جبت لك اقتباسات حرفية من جوه المراجع زي ما انت بتستخدم زوتيرو او اندينوت او غيرهم في ان انت ترتب بيهم ترتب بيهم تعمل ادارة لأسماء المراجع انا بادر لك بعمل لك ادارة للفقرات اللي انت محتاجها فبعمل لك بدل بتبحث بحث افقي في 30 الف صفحة في 50 الف صفحة في سنة او اتنين انا بجيب لك 5000 صفحة او 3000 صفحة فبقللك بس انطق البحث فين فين هنا فين المشكلة مع اخلاقيات البحث انا عمقتلك الامر بدل التوسع الافقي فشغال على عمل الوقت لكن انا ما قلفتش بدالك الناس اللي بتلجأ لشاج بيتي قلب بدالها دي ما تنفعش بحثين كمان صنعنا تم صنع برامج بلاجاريزم بتعرف بتعرف الشغل بتاع الشغل بتي ولو هو عمل حتى اعادة سياغة بيبقى الموضوع مؤلف وبتبقى فيه مصيبة اكبر في موضوع التوسيق لو جبت لو جبت للباحث استخدمه كمراجع كمراجع جوه شات جي بيتي مش هتلاقي عملها سياغة يعني لو قرنت نفس الفقرة اللي هو بقول انا واخد الفقرة دي وضعها وضعها مش هتلاقيها لكن اسكوبوت مثلا اسكوبوت هو جايب فقرة حرفية موجودة في الكتاب بص كده حدك معايا معلش اخد بس ملوقتوكو دي واحدة بصوا كده ده ده موضوعه نكتبينه بتاع المية ده النتائجة النتيجة طلعا بص بص حضرتك ده دي الفقرة اللي هو امطلح ماشي من المرجع ده من الصفحة مية تمانية واربعين صفحة مية تمانية واربعين اه وعمل لنا اشارة عليها ده المرجع على اسكوبوت اه طب تعالى كده نجيبه من البي دي اف اه ده المرجع وده تكنولوجي سيديز ان دي بي ديز ها بستراجد المايكرو وميتر طب تعالى كده نشوف على المرجع المرجع ده اسمه ايه بالكير رينو نير تعالى كده ندخل على المرجع ونجيبه احنا مش هنروح مش هنروح الفولدر نجيبه من هنا ما هو موجود عندنا عند الاسكوبوت هنزلو من الاسكوبوت احنا كده كده نقول لسه رفعينه او المرجع اهوش على فيو وهنزل البدي اف بتاعه البدي اف اه لانا لسه رفعه وتحول لورد هيتحمل هفتحه ده كتاب كتاب اهو 162 صفحة انا عايز صفحة كامة صفحة 148 هجيب 148 148 ايا فين الفقرة اهي اول فقر تكنولوجي cd's and dvd's have storage in micrometer اللي هي الفقره اهي تكنولوجي cd's and dvd's have storage in micrometers providing good data storage اهو 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 هي هي الفقرة من الكتابة الفقرة الحرفية هتتعامل بقى معها حضرتك ازاي خدها مثلا اعمل لها عدد سياغة على وقويل بوت وقويل بوت اقمن كتير خالص من من غيره تعال كده نقيس نسبة الاقتباس اللي حصلت انا كده اجبت لك الفقرة يا دكتور خليفة هي فقرة موجودة في البدي اف اللي انت رفعته فقرة حرفية ايه ده اللي سكوبوت بيعملوا بيه واش بيقشر لك عليها بيعمل لك عليها تأشيرة هايلايتت بالاصفر طب تعال كده ناخد الفقرة بقى اللي طلعت من سكوبوت ونعمل لها صياغة على كويل بوت زي ما احنا قلنا اهو عملت الصياغة طب تعال كده نقيس الصياغة هنا هنقيس اهو هنعمل وندخل مثلا على سمودين نقيس البلاجريز هنكتب الفقرة ونقل له سكان ونشوف كده هيعمل ايه هيطلع لنا تقرير بالموضوع ثانية واحدة جاب لي سفر بلاجريز يعني اللي كويل بوت عمله في الفقرات دي في الفقرة دي ان هو فكك الجملة وعمل الكلمات المفتاحية غيرها وغير القواعد فككت الفقرة بان هي خلتنا في الاخر في سفر بلاجريز في جملة مع الشغل على كل فقرة تطلع مع الشغل مع توظيف الموضوع هو مش هيريح الباحث مية في المية لكنه هيوفر وقت بالنسبة ممكن توصل لتسعين في المية وما عملش البحث بدالك انت اللي عمله كده اتضحت الامور يا دكتور خليفة نعم نعم شكرا انا بس دكتور محمد احنا عارفين ان حضرتك عندك محاضرة ساعة 12 اول شي هذه فرصة سعيدة لجامعة سرط واعضاه تدريس بجامعة ان يلتقوا مع حضرتك وهذه اول جلسة واللقاء بما حضرتك تتبعها جلسات اخرى عن طريق بحضورك الشخصي تشرفنا او عن طريق تطبيق الزوم تشكرك جامعة سرط كافة والسادة عضائي التدريس مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة مركز التعليم الالكتروني نتقدم ليك بالشكر وان شاء الله تكون هذا اول لقاء يتبعها او يتبع لقاءات عديدة ان شاء الله مشكور جدا يا دكتور شكرا شكرا لسادتكم جدا شكرا لمعالي رئيس الجامعة معالي الدكتور سليمان الشاطر شكرا لمعالي الدكتور المبروك الفرجاني مدير مركز التعليم الالكتروني وكل التحية للدكتور خليفة مدير مكتب التعاون الدولي وهو اللي عرفنا على هذا الجامع الكريم ان شاء الله دي مجرد بداية وان شاء الله نعمل اجتماع قريب وفقا لمقاله معالي دكتور سليمان وان شاء الله يعني ناخد خطوة اكتر وارجو ان الامر يكون يعني تكون المخاضرة نفعة وان شاء الله يكون في تعاون مصمر ونوصل لرنك عالمي للابحاث الخارجة من كل باحثين سيرت سواء عضاية التدريس او الباحثين كمان المجلات البحثية نفسها مش احنا اللي ننشر بس كمان في سكوبوس لا المجلة نفسها تدخل شبرينجر وتدخل سكوبوس ويبقى مجرد ان انت تنشر في جامعة سيرت يبقى انت كده كأنك نشرت في سكوبوس سكوبوس واي طرابل ايه ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله شكرا يا دكتور شكرا شكرا عذرتك السلام عليكم السلام عليكم